بسم الله الرحمن الرحيم نكمل unit 2 الوحدة الثانية للصف الاول الاعدادي منهج الجديد من كتاب bit by bit lessons 3 and 4 درس الثالث والرابع نشوف اهم الكلمات website website اللي هو موقع الكتروني على الانترنت true true دي adjective صفة هناك حقيقي او صحيح green green برضو دي جاي صفة adjective green هنا مش معناه اخضر هنا جاي معناه صديق للبيئة solar panels solar panels الالواح الطاقة الشمسية personal information personal information معلومات شخصية environmentally friendly غير دار بالبيئة bank account bank account حساب بانكي public public يعني عام او عمومي online online من خلال او متصل بالانترنت apartment شقة apartment دي ناون دي اسم share شير شير يشارك شير يشارك the verb explore يستكشف explore يستكشف country يعني بلد او دولة motorbike motorbike دراجة ناري safe safe يعني آمن دي adjective دي صفة village village يعني كارية in يعني ناون اسم near يعني قريبا من near grand appearance grand appearance الاجداد activity activity يعني نشاط furniture furniture يعني اساس furniture rules rules يعني قواعد will known معروف او مشهور will known italy italy اللي هي اطاليا profile profile اللي هي سيرة او لمحة honest honest يعني امين the adjective صفة walk walk جولة مش the countryside اللي هي الريف the countryside الريف recycled materials مواد معاد تدور details تفاصيل details تفاصيل address عنوان date of birth تاريخ الميلاد intercom جهاز الاتصال الداخلي coast اللي هو الساحل island island يعني كزيرة nearby قريب nearby indonesia indonesia اللي هي اندونيسيا canada canada the UK اللي هي المملكة المتحدة alone 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 يعني وحيد بمفرده alone downstairs down stairs في الطابق الاسفل downstairs upstairs upstairs في الطابق الاعلى bars buzz buzz اللي هي اتصل مستخدما present يقدم present remember يتذكر fetch يعني يحضر expressions and propositions حروف gar تعبيرات وحروف gar flying kites اللعب بالطائرات الورقية flying kites go skiing go skiing يذهب للتزحلك do the housework do the housework يقوم بالاعمال المنزلي share information يشارك معلومات it's better to من الافضل and why don't you لما لا تفعل sell things online يبيع اشياء من خلال الانترنت that way بهذه الطريقة that way got it فهمتك got it no problem no problem لا توجد مشكلة no problem when i was your age عندما كنت في عمرك when i was your age لما كنت في سنك get money for يحصل على اموال سامنا لي as long as طالما follow the rules يتبع القواعد make sure يتأكد in good condition بحالة جيدة meet someone in person يقابل شخص بنفسه in fact في الحقيقة on the roof على السطح word الكلمة synonym المراضف antonym or opposite المضاد او العكس true حقيقي correct right عكس wrong fake خطأ او مزيف public عام common open axion private secret near near synonym طبعا دى فاة هنا حاجة هنا دى المفروض تبقى دى العكس دى synonym هتبقى close او nearby معناها قريب اما العكس far و remote يبقى المفروض دى far و remote دى تيجى هنا و close و nearby يجوا هنا دول مكان دول safe safe امن اللى هي secure او guarded امن secure insecure غير امن unsafe غير امن يبقى بس قصة عن دول كده هيجوا بدل far و remote لان قريب near معناها close معناها nearby اما عكس near قريب عكسها far بعيد او remote بعيد طبعا البريفكس اللى هي البادئة وصفكس يعني لاحق زى un تدى عكس الصفة safe يعني unsafe غير امن true حقيقي untrue غير حقيقي secure امن insecure غير امن بسمها بريفكس بادئة وصفكس يعني لاحق زى activity اللى هي activity اللى هي تحول الصفة الى اسم activity معناها نشاط تحول inform information حولت الفعل الى اسم معلومات sell يعني بيع sold buy boat send 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 meet meet feed feed يطعم hang out يتمشى hang out hang out hang out هادات الاستفاهم اللى هي whose يعني milkman اذا كان الفعل الرئيسي بالسؤال الذي يبدأ بدأ تستفام هو بي فيمكن ان يأتي السؤال باحد الشكلين التاليين ممكن اقول who's وبعدين الناون وبعدين verb to be who's وبعدين verb to be وبعد كده الناون زى whose book is this ملك مين الكتاب ده who's is this book يبقى ممكن اجيب verb to be بعد الاسم او اجيب verb to be الاول وبعد كده الاسم هنا عندي نير كريب ونير باي نشوف الفرق بينه نير هنا proposition يعني حرف جر كريب حرف جر يأتي بعدها الاسم مصبوك بي زى او صفة من صفات الملكية زى my his hair there is a lovely shop يوجد محلي جميل near بصوا جيب بعدها زى زى بارك جيب بعدها اسم مصبوك بي زى او بصفة من صفات الملكية زى my هنا nearby the adjective ممكن صفة او adverb حال we could go to a nearby restaurant يعني ممكن نروح محل قريب nearby هنا بتيجي بعد الفعل nearby جات بعد الفعل على مسافة قريبة من هنا معناها حال بعد الفعل a new restaurant opened nearby a new restaurant nearby open ده الفعل او وجي بعدها nearby نشوف الفرق بين few و a few دايما بيجي بعدهم اسم جمع دايما بيجي بعدهم ايه اسم جمع ولكن في فرق بين few و a few تأتي الكلمتان few و a few بمعنى قليل ويأتي بعدهم دائما اسم جمع ولكن هناك فرق بين الاستخدام بين الكلمتين few قليل جدا ولا يكفي she has few friends عندها اصدقاء قليلين جدا و لذلك she feels lonely عشان كده بتشعر بالوحدة lonely يبقى هنا few معناها قليل جدا ولا يكفي a few قليل ولكنها يكفي she enjoys her time with them ولكنها بتستمتع بوقتها معه يبقى هنا few قليل جدا ولا يكفي a few قليل ولكنه يكفي information يعني معلومات رغم ان كلمة information و furniture اللي هو الاساس تبدو من معناها انها جمع إلا انها دائما تعامل معاملت المفرد ويأتي بعدها فعل مفرد make sure تأكد all the information كل المعلومات you give is true انت تهلنا information خدت ايه زي information is the furniture الاساس is news الاخبار is is not r لا تأخذ r choose the correct answer from ebc ordi pencil is this or it's mine ده ملكي يبقى الاداة الاستفاة من تسال عن ملكية who's pencil is this what's pencil is this who's which means milkman i'd like to go to a cinema i'd like to go to a cinema اللي بتيجي بعد الفعل اللي هي نيرباي نيرباي بالقريبة من i'd like to go to a nearby cinema سينما قريبة من هنا يبقى استخدم نيرباي وهنا who's قولنا ملكي من three three we have good tomatoes please go to the market من فضلك روح السوق and buy some واشتري لنا بعض من الطماطم يبقى we have good أنا عايز بقى قليل ولا يكفي ليه few يبقى we have good few tomatoes اما لو قليل و يكفي كنا استخدمنا a few the information المعلومات you give me اللي انت قدمتها لي was useful كانت مفيدة يبقى give طبعا information قولنا بتاخد فعل مفرد شوف فاكرة reading الكراءة Isabella hello my name is Isabella I am from Naples يعني Naiboli اللي هي مدينة موجودة في إيطاليا a big city مدينة كبيرة in the south of Italy جنوب إيطاليا I live with my mom عايشة مع والدتي داد والدي and brother وأخي in an apartment في شقة my grandparents like daddy my grandparents live just across the road across يعني على الجانب الآخر من الطريق we have a car عندنا سيارة but my brother usually gets around in the wind ولكن أخي بيتجول on his motorbike على دركته at the weekend is في عطلة نهاية الأسبوع we like to get out off بنخرج من the city من المدينة وكسبلور عشان نستكشف the coast الساحل and island we الجزر نير بالقرب من نيبلز اللي هي نابولي اللي هي مدينة قولنا موجودة في إطاليا ليام hi i am i am from tornado in canada i live with my mom عيش مع والدتي brother هلا and the two sisters أو and our dog وكلبنا بابي بات ولكن عشين من الجانب الآخر من كندا لذلك نرى فقط في أجازات المدرسة منزلنا منزلنا كبير وفي حديقة لدينا سيارة أيضا لدينا سيارة أيضا من الممتع نحن نمشى مع أسرتي في الصيف نركب درجتنا في الشتاء نذهب في الشتاء هنا في واحد اسمه كومانج hi my name is كومانج my family and I أنا وأسرتي live on an island عشين على كزيرة in Indonesia اللي هي اندونيسيا it's a big family أسرة كبيرة there is my mom dad brother and grandma my aunt and uncle and my three cousins وفي تلاتة أولاد عمي we all live together كلنا عايشين مع بعض in a traditional house في منزل تقليدي we don't have a car ما عندنا السيارة but ولكن we have two motorbikes ولكن عندنا درقتين our favorite thing شيء مفضل بالنسبة لنا to do together is to go to the bitch نروح عشاط to fly kites لنطير طيارات اللي هي الوراء Alice hello my name is Alice and I live with my family عايشة مع أسرتي in a village في كاريا in the UK اللي هي الولايات المتحد in my family في أسرتي there is me and my sister and our mom our grandparents أجدادنا live nearby and we often all غالبا نبقى كلنا go for a walks نذهب للتمشي نحن نتمشى in the country side في الريف together مع بعض our house منزلنا is very new جديد جدا and modern وحديث I call it our يعني بنسمي أو سميت وباقي green house green house ليه زي صوبة بيت صديق للبيئة البيت الأخضر because بسبب it's made of recycled لأنه مصنوع من recycled materials من مواد خام معاد تدورها معاد تصنح and has solar panels solar panels وفي ألواح الطاقة الشمسية من ظروف على السطح selling things online بيع الأشياء online عبر الانترنت safe we grand bar safe blue grand bar why don't you sell لماذا تبيع شي sell يعني بيع some of this old furniture الأساس الأديم ده furniture لأساس online عبر الانترنت that way الطريقة you can get some money for it يعني ممكن بإمكانك تحصل على أموال من بيع الأساس grand bar I don't know I don't know I don't know is it safe is it safe هل الطريقة دي آمنة آمن is it safe safe it's safe ده آمن as long as طالما you follow هناك تتبع a few rules القواعد grand bar can you tell me ممكن تقول what they are تقول بقى القواعد دي عبارة عن إيه safe قال I can yes first أولا always دايما use a well known website يعني تستخدم موقع مشهور well known يعني مشهور website قلنا موقع to buy إنك تشتري or sell something يعني إنك تشتري أو تبيع here is a good one هنا فيه بقى موقع كويس قال له اوكي حسنا what do you want to sell إيه اللي إنت عايز تبيعه grandpa قال how about this table إيه رأيك بقى نبيع الترابيزة دي how about this table safe قال great can you give me your phone ممكن تديني تلفونك so I can take a photo of it التقط صورة لل الترابيزة دي thank you شكرا اوكي the naked thing الحاجة بقى التالية to remember أنك تتذكر is always be honest أنك أنك دائما تكون آمن تكون أمين honest يعني أمين في المعلومات اللي هتحطوها عن الشيء اللي هتبيعه make sure تأكد all the information كل المعلومات you give about something you are selling is true الحاجات تكون حقيقية صحيح true grand ball جد الويل حسنا this is a large table di terapisa cbira from the 1970s يعني 70s it's in good condition بحالة جيدة سيف قال ok now another very important role is دلوقتي فيه قاعدة مهمة أخرى don't share يعني لا تشارك personal information معلوماتك الشخصية like miss your name اسمك date of birth تاريخ الميلاد أدريس العنوان or bank account details أو تفاصيل الحساب البنكي grand ball got it فهمتك what happens next إيه اللي بعد كده if they want to buy the table يعني يعني في حد سيبعت لك رسالة لو هو محتاج لإيه يشتري الترابيز grand ball and then will I meet the person to give it to them يعني أنا هقابل الشخص دوت عشان أديله الحاجة ديت safe قال it's better من الأفضل to send it to them أنك أنت ترسلها ليهم in fact في الواقع أو في الحقيقة that's another important role دي برضو كأعضاء مهمة جدا أخرى if you have to meet someone لو أنت مضطر تقابل someone شخص ما meet them قابلهم in a public place في مكان عام public place مكان عام and don't go alone ما تروح ش لوحدك جرامبا قال له thank you safe شكرا safe we never did this يعني عمرنا ما عملنا حاجة when I was your age عمري ما عملت الحاجات دية ونفقه في سنك complete the following dialogue عمر and ayman are talking about يتحدثان عن selling things online بيع أشياء عبر الانترنت عمر I am thinking of selling all the clothes online يعني أنا بفكر أن أنا بيع ملابس all the clothes ملابس أديمة online عبر الانترنت هل من رأيك حاجة دي سيف آمنة هل نكتب مثلا نقول yes but you need to ولكن موقع معروف use a well-known website website يعني موقع well-known معروف مشهور what else ماذا أيضا شو دا يدو ماذا يجب عليه أن أفعل قال له don't give your personal information لا تعطي معلومات شخصية or address أو عنوان في الآخر خالص عمر قال له thank you very much بدام قال لقيت هنا you're welcome يبقى كتب thank you very much لازم نقرأ دا لكله قبل ما نحل أي حاج question number two choose a correct answer from ABC or D one always دايما use استخدم a well-known للسأيل لها a well-known website موقع معروف to buy عشان تشتري or sell أو تبيع something online يبقى استخدم موقع معروف لها website to make sure تأكد the information المعلومات you give about something you are selling is تأكد أن المعلومات اللي أنت كتبها عن الشيء اللي أنت هتبيعه تكون ايه true صح three never personal information like your name or address عايز أقول لك لا تشارك يبقى never share لا تشارك معلومات شخصية never share if you have to meet someone in person يعني لو أنت مضطر تقابل شخص شخصيا meet them in a public place تقابلهم في مكان عام public police if you have to meet someone in person don't go alone ما تروح ش لوحدك don't go alone you need to be careful لازم تبي حاجة أنك تكون حريص when you buy لما تيجي تشتري or sell تبيع something online عبر الانترنت to be safe لازم تكون آمن when you ride you must wear a helmet يجب عليك ارتداء helmet الخوزة يبقى you ride a motorbike motorbike لدرجة نارية to be healthy لكي تكون بصحة جيدة our houses منازلنا need to be environmentally friendly تزم تكون غير مضرة للبيئة going skiing ذهاب لي تزلق skiing on week ends في عطلة نهاية الاسبوع is one of my favorite activities احد الانشطة المفضلة بالنسبالي ten we add the suffix بنضيف لاحقة to the word لكلمة inform to get the name يبقى عشان احصل منها على اسم اللي هي تبقى معلومات information information معلومات you can stay online as long as طالما you follow تتبع the rules القواعد يبقى you can stay safe انك انت تبقى آمن safe يعني آمن لو انت بتتبع القواعد we add the you in at the beginning of the word safe في بداية safe to get its opposite انا عايز اجيب منها العكس يبقى un d word safe to get its opposite يبقى the antonym un يبقى unsafe اللي هي غير آمن ده معنى كده اللي بتديني الانتنم العكس we add the please send this order ابعت ال order ده الطلب ده to my sisters add 15 عرابي street شارع عرابي giza عز قول ابعت ال order للطلب ده في عنوان عنوان اختي my sister's address he used that to call for his secretary in the other office intercom 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 اللي هو اتصال داخلي intercom عشان جهاز الاتصال داخلي عشان يتصل ب secretary my sister secretary اللي هي طبعا secretary his secretary in the other office في المكتب الاخر يبقى يدخل جهاز اللي هو جهاز داخلي اللي هو intercom my sisters of birth is february twelve twenty ten 2010 2010 يبقى my sisters my sisters date of birth date of birth تاريخ الميلاد date of birth my father has more than one bank account يعني ليه اكتر من حساب one bank account account لو حساب bank we plan يعني بنخطط to skiing in the mountains this winter هذا الشتاء يبقى we plan to go skiing go بيجي بعديها نشاط من ضاف له i energy تبقى you can sell تبيع your old bike العجلة القديمة and get money for it for it تحصل على مال ثمنا لأي من أجل بحة يبقى for it at school you should يجب عليك في المدرسة you should يجب عليك follow تتبع the rules القواعد i finally أخيرا meet my only friend person last weekend بقول in person شخصيا in person language اللي هي قواعد لغوية can and will for requests يمكن استخدام لفعال النقصة can or will عند التعبير عن الطلب لما أجي أطلب شيء مش أستخدم will أو can بسأل بكان أو will can or will plus subject plus infinitive الفعل في المصدر can you take a message please will you carry this for me please will you lend me some money can I borrow your your bin عادة لا نستخدم can في الرد سواء بالكبول أو الرفض يمكن نستخدم يعني مش أقول yes I can أو no I can لا أقول yes of course أو for example all sure بالتأكيد no problem ما فيش مشكلة عند رفض الطلب عادة منعتي سبب حتى يبدو الأمر أكثر تهزيبا لما نيجي نرفض أقول السبب sorry I can't at the moment I am studying no sorry I am busy أنا مشغول I'll do it later choose a correct answer from ABC or the one you help me with my laptop please بطلب مساعدة من واحد من هو يساعدني help me ساعدني with my laptop please يبقى استخدم can قولنا can yeah will to you lend me your pencil برضو بطلب من واحد ألمك your pencil يبقى استخدم will you answer the phone please عزيقول ممكن ترد على التلفون من فضلك يبقى can قولنا استخدم can will عند الطلب you feed the dog this evening please ممكن تطعم الكلب ده هذا المساء please من فضلك يبقى استخدم can five you fetch my coat يعني ممكن تجيب لي تحضر my coat البلط بتاع please it's in the hole ده في الصالة يبقى استخدم will you carry these bags for me please يبقى can i am down stairs يعني انا في الطابق الصفلي i am down stairs can you open the door please تفتح الباب you carry these bags for me please يبقى will nine can you help me with my homework ممكن تساعدني في عمل الواجب يبقى can you help me with my homework يبقى نسرك على can you turn on the fan please يبقى will you turn on the fan please ممكن تشغل المروحة the fan please يبقى نسرك على will it's very hot in here can you open the window please يبقى نسرك على can كل ده بنستخدم can or will للطلب you lend me some money please يبقى will you will you ممكن تقرضني أموال will you lend me here لسه قيلين will you lend me some money please يبقى انا اقول will you lend me your roller please ممكن تقرضني your roller مسترتك من فضلك يبقى هنا تبقى will excuse me لو سمحت excuse me sir you say the answer again please يبقى can you say the answer again please لو سمحت ممكن تقول الإجابة مرة أخرى يبقى can you three you tell me how to go to the post office ممكن تقول إزاي أوصل لمكتب البريد please يبقى أقول will you please علي can you wait for me please mom can you help me with this question هل بإمكانك تساعدني في السؤال يبقى can you لتقديم الطلب ورد عليه كما قلنا can you بعدين الفيرب في الفعل في المصدر أو will you هنا agreeing بالنسبة لما أوافق على الطلب yes of course نعم بالطبع I'm sure no problem بالتأكيد لا مشكلة لما أجي أرفض sorry I can't no sorry I am busy general exercise on lessons three and four complete the following dialogue between باهر want to sell his old car قلنا الجملة دي مهمة هتعرفنا الديالوج عن ايه باهر يريد باهر بيع sell his old car سيارته القديمة يبقى لازم نقرأ برضو لازم نقرأ الديالوج كله قبل ما نحل لازم نقرأ الديالوج كله الأول وقلنا الجملة دي مهمة جدا بتعرفني الديالوج عن ايه في حوار بين باهر وماجد باهر 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 ماجد I want to sell my old car أنا عايز بيع سيارتي القديمة قلنا هاي باهر would you like to sell it online هل عايز تبيحها عبر الانترنت قال باهر that's a good idea دي فكرة هنا طبعا yes أو no والفعل في المصدر يبقى هسأل بدو بدام الفعل هنا في المصدر هسأل بدو do you often buy and sell things online هل بتبيع وتشتري الاشياء عبر الانترنت قال له yes I often buy and sell things online is it easy to sell things online هل من السهل انك انت تبيع الحاجة online قال له yes it's very easy ده سهلة جدا just post pictures يعني انشر الصور and wait for buyers وانتظر المشتري باهر بقول له will you help me هل هتساعدني post the picture في نشر الصور قال له yes of course where are they قال له they are on my phone ده على telephony ok send them send them to me and I post them wanna hanشر him hello thank you very much question number two read and complete personal apartment well known intercom address if you want sell your old لو انت عايز تبيع your old ايه old apartment لو انت عايز تبيع شائتك القديمة apartment هتبقى you can post its pictures يعني هتنشر صور its pictures on هترسل الصور بتاعت الشقة دي on a well known well known website يعني موقع معروف او موقع مشهور يبقى well known هتبقى two website موقع موقع معروف او مشهور don't share يعني لا تشارك don't share any personal information لا تشارك اي معلومات شخصية يبقى personal هتبقى three about you especially your your address عنوانك يبقى ادرس هتبقى four نقولها ثاني if you want to sell your old apartment لو انت عايز تبيع شقةك القديمة you can post its pictures on a well known website well known website قلنا موقع معروف او مشهور تنشر الصور على موقع معروف don't share any لا تشارك اي any personal information لا تشارك اي معلومات شخصية about you especially خاصة your address عنوانك choose the correct answer from a b c or d one i know this boy اعرف هذا الولد but but i can't his name but i can't remember his name ولكن انا مش متذكر اسمه يبقى اول حي remember مش متذكر اسمه if you are hungry لو انت جائع you can this pizza with your sister مع اختك يبقى you can share تشارك البتزة مع اختك we must follow the rules يعني لازم نتبع rules كواعد in the school library مكتبة المدرسة most people معظم الناس spend their weekends in the new public park ولا safe park معظم الناس spend their weekends يقدم اجازتهم عطلة نهاية الاسبوع in the new safe park safe park في الحديقة safe park يعني امن حديقة امنة لا الاحسن ممكن نقول public park public park الحديقة عامة public park you can find the information بامكانك تجد معلومات you need اللي انت محتاجها on our website online على مواقع عبر الانترنت she felt afraid تشعر بالخوف walking home at night يبقى alone بمفردها alone بمفردها at night to keep your money safe keep it in your bank account لو انت تحافظ على المال بتاعك يبقى تحطه فيه will you please pass me the salt ممكن تناولني الملح nine can you send me the email tonight will you open the window for some fresh air يقول بنستخدم will or can للطلب عند الطلب يبقى نسرك على will read a paragraph of 80 to 90 words on من 80 ل90 كلمة buying شراء buying things online شراء الاشياء عبر الانترنت البراغرافة هو buying things online شراء الاشياء عبر الانترنت the internet has made buying and selling things very easy يعني شبكة الانترنت جعلت شبكة الانترنت الشراء والبيع الاشياء very easy تبقى سهلة جدا if you want to sell something online لو انت عايز تبيع شيء online just share its pictures هتشارك الصور with some information ببعض معلومات about it عن الشيء اللي انت هتبيعه and wait وانتظر for buyers اللي هم المشتريين make sure تأكد that all the information كل المعلومات you share is true المعلومات على الشيء اللي انت هتبيعه هتكون صح be careful كن حذر and don't share لا تشارك any personal information about yourself يعني ما تشاركش اي معلومات شخصية عنك like مثل date of birth ريخ الميلاد ادرس العنوان or bank account details او تفاصيل الحساب البنكي if you have to meet the buyer لو انت مضطر او يجب عليك تقابل المشتري meet them in a public place تقابله في مكان عام and don't go online وما تروح شي لوحدك اشتركوا في القناة